وكل الأحسن إن شاء الله ضيف الفاضل لا يزال يحلم بوطن جديد وبعاصمة شابة لم يفقد الأمل في نهضة مصر يؤمن أن ثورة الوطن في سواعد الشباب وعقولهم لأن من صنع الثورة يصنع النهضة هو سعادة الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق أهلاً الأسبق أهلاً وسهلاً سعيد أهلاً سعيد أن أكون معك الحقيقة أساد الجامعة وأنا هبتدي معكم بحاجة بعيدة عن الاقتصاد لا وخبرة عملية مش بس أساد الجامعة لا أنا عايزة أخش من حيثة الجامعة دي عايزة أسمعكم خطبة قالت في الجامعة مبارح أظن ممكن نحضر جزء من الخطاب اللي تقال في الجامعة على ما أرى الخبر ده في جامعة القاهرة ذكر الشيخ حازم شمان في ندوة أن جامعة القاهرة أنشئت لمحاربة الشريعة ده في خطاب قاله الشيخ حازم شمان الدعاء الإسلامي قال شريعة الله يداس عليها في مصر وما يحدث من ترهيب ضد تطبيق الشريعة ليس معصية وإنما تجرؤ على الله نفسه أضف الشيخ شمان في المحاضرة التي ألقاها بجامعة القاهرة أن جامعة القاهرة أنشئت لتنتج شبابا يقاومون شريعة الله ويرفضونها لكنه أكد أن الشباب الآن يريدوا الشريعة ويتجهوا نحو دينه واستنكر شمان الحملة الضرية التي يشنها الإعلام ضد السلفيين والشريعة على حد قوله معلقا على ذلك بأن برامج التوكشو تفزع الناس من الدين ومن طريق الله استغفر الله العظيم وكأن بينهم وبين ربنا عداوة استغفر الله العظيم في موجه شمان دعوة لشباب الدعوة للتزام بالدين وتطبيق الشريعة قائلا أنتوا هتنسئلوا عن نصرة شريعة الله زي ما هتنسئلوا عن السوم والصلاة كان مدرج العيوتي بجامعة القاهرة قد انتلأ على آخره بالشباب قبل وصول الشيخ شمان حيث تواجد الكثير من الشباب الملتحي ومنهم من كان يحمل بطاقات عليها أسماء حزب النور الحقيقة هو قال لهم حاجات كتيرة لكن من ضمن الحاجات أنه نصحهم أنه هم يتجوزوا مثنى وسلاس وربع والله مش عندنا التسجيل يتجوزوا واحدة الأول ونفسي مش عندنا التسجيل يعني احنا نقصين زيادة سكانية كمان الحقيقة يعني أنا متوقفتش عند نصيحته للشباب أنه هم يتجوزوا مثنى وسلاس وربع مش هيقدروا حتى لو عايزين لأن الحالة الاقتصادية يعني حتى لا تتوقفين كثيرا أكتور هالا في هذا الموضوع نذكر قول الله تعالى الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمون الكامل هتعلم العلم وهذا كلام غير صحيح اللي يقول غير ذلك يكون كلام غير صحيح هذا رد عظيم الحقيقة هو بس أنا يعني أنا خريجة جمعة القاهرة يعني جمعة القاهرة الحصن العظيم اللي كانت من أفضل جامعات العالم كانت معدودة من أفضل عشرين جامعة في العالم واللي خرجت يعني عباقرة ولا زالت صرح عظيم وأنا مش من جمعة القاهرة لا أنا متخرج من جمعة سكندري ما شاء الله وأعمل في جمعة الزأزي فيعني إنما جمعة القاهرة صرح عظيم جدا هو مفهوم أن الجامعات بتخرج الناس اللي ضد الشريعة مين قال إن إحنا ضد الشريعة فيش علاقة إطلاقة بين الشريعة وبين خريج الجامعات يعني إحنا عندنا أولا جامعة الأزهر وجامعة الأزهر هي أكبر جامعة مصر واللي هي دكتور سلطان سواء من حيث عدد الطلبة أو عدد التدريس أو عدد الكليات وبيدرسوا في أصول الدين وكلية الشريعة وإلى آخره ودول ناس جايين درسين الدين من ابتداء المعاهد الأزهرية والمدارس الأزهرية جامعة القاهرة والجامعات الأخرى الحكومية والخاصة لدينا حوالي 35 جامعة في مصر بذلك نصهم تقريبا جامعة حكومية ونصهم جامعة خاصة مش هم المسؤولين عن الناحية الدينية مسؤولة عن الناحية الدينية هي جامعة الأزهر يلقى بعد ذلك الكليات المدنية العادية دي كلية الطب وده الاندات والتجار والتعلوم وزي ما يقولون بيتونس سلطان يعني مفخر بجامعاتنا موسى وهب يتحسن كثيرا جدا أما عن مسألة العقائد فالناس هنا عندهم أكتر ناس متدينين هم مصريين ومن ناحية أخرى دكتور علي معارفة